اشتركوا في القناة الثالثة والأخيرة اللمسة الختامية اللي ننقل فيها الكرة إلى ملعب الفريق المنافس بهدف شنو؟ بهدف تسجيل نقطة مباشرة ضربة الهجومية تؤدى بعدة مراحل اللي هي اغتراب، ارتقاء، طيران، ضرب ثم الهبوط ضربة الهجومية تتم عن طريق لاعبين المنطقة الأمامية أو المنطقة الهجومية اللي هم اللاعبين الغريبين من الشبكة مثل مركز رغم أربعة، مركز رغم ثلاثة، مركز رغم اثنين أو لاعبين المنطقة الخلفية مثل مركز رغم واحد ومركز رغم ستة بشرط أنه ما يلمس خط الهجوم أثناء الارتقاء هذه بعض ثمارين الأحماء اللي نهيئ فيها الجهازين الدوري والتنفسي نفض القرب عندنا بالنفض الطبيعي لما ندش على مجهود عالي لازم نرفع النفض تدريجي ما ندش مرة واحدة على مجهود عالي بشكل كبير ندش تدريجي حبة حبة نصعد بالنظر لما نوصل حق النظر المناسب حق التمرين هذه ثمارين الأحماء والهدف منها تهيئة الجهازين الدوري والتنفسي بعض التمرين اللي تشغلي عضلات الجسم وتحرك عضلات الجسم والمفاصل وتهيئها حق أداء المهارة تمرين عن بطاح نصف انثناء عرضاً دراعين عالياً تبادل رفع دراع مع رجل معاكسة ننتقل معاكم له المهارة شرح المهارة عندنا الخطوات الفنية اقتراب ارتقاء طيران ضرب الكرة ثم الهبوط خلونا نشوف اداء المهارة باستخدام الكرة نفس الشيء الخطوات الفنية اقتراب النظر للأمام ارتقاء طيران ضرب الكرة ثم الهبوط وصلنا معاكم لفقرة القانون اليوم بنتكلم بالقانون عن بعض الأخطاء اللي تحصل أثناء الضربة الهجومية قلنا الضربة الهجومية تعدى من لاعبين الخط الأمامي اللاعبين القريبين من الشبكة مثل مركز رغم 4 ثلاثة أثنين من أكثر الأخطاء اللي تتم من لاعبين الخط الأمامي هي ملامسة الشبكة سواء باليد أو أي جزء من الجسم لما انتحدش عن لاعبين المنطقة الخلفية غالباً الأخطاء تصير من لاعبين المنطقة الخلفية مثل مركز 1 و 6 تكون هي ملامسة خط الثلاثة متر أثناء الارتقاء لما هي بيرتقي وبيلعب ضربة هجومية لاعب الخط الخلفي لازم ما يلامس خط الثلاثة متر لازم يرتقي قبل خط الثلاثة متر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية طلاب الغالين في الفغر العلمية اليوم بذل الله تعالى رح نتكلم عن النظافة النظافة سلوك إسلامي ومن المسائل اللي أكد عليها الدين الإسلامي النظافة ذوق شخصي مهم جدا أن تكون أسنانك الضيفة وريحة الفم حلوة يعني لازم تفرش أسنانك بعد الأكل عشان لما تضحك وتبتسم جدام الناس يكون منظرها حلو وريحة الفم إذا كانت مو حلوة رح تأذون الناس منك وما يحبون يبعدون يسولفون وياك من الأشياء المهمة نظافة الجسم والبدل ضروري جدا أنك تحافظ على نظافة جسمك بعد ممارسة الرياضة أو بعد عودتك من المدرسة ولذلك على الأقل تتسبح مرة باليوم وتستخدم الصابون وتتعطر ومن نظافة الجسم الحرص على تقنيم الأضافر والمحافظة على نظافتها كل هذه الأمور مهمة أنها تكون جزء من ممارساتك اليومية فرب العالمين الجميل يحب الجمال من الأشياء المهمة أيضا نظافة الثياب لأن الله سبحانه وتعالى وصل النبي عليه الصلاة والسلام بضرورة طهارة ملابسه وبالتالي ضروري يكون مظهرك جدا من الناس مرتب حتى حذائك احرص على نظافته وامسح الأخبار اللي عليه من الأشياء المهمة نظافة المكان البعض يحرص على نظافة بيته فقط ويهمل نظافة الأماكن العامة كالمدرسة والمساجد والطرق والحدائق والشواطئ والبر ترى من حبك لبلدك أنك تحرص على نظافتها واتطبق ذلك بفعلك في الختام أتمنى لكم استفدتم من الفغرة العلمية لماكم بذل الله تعالى في فغرات أخرى يطيك بالعافية اشتركوا في القناة